مهما بلغت المصالح بين شركاء العملية السياسية فإن الثقة تبقى معدومة بينهم وقد يصل الصراع إلى درجات لم يشهد العراق منذ قبل الأزمة بين سلطات بغداد وأربيل لم تعد في حهد حكومة الإطار التنسيقي مجرد خلاف على قانون النفط والغاز وخصوصية مدينة كاركوك ورواتب الموظفين وغيرها من الملفات فحسب وإنما وصل الخلاف إلى درجات رغبة الإطار بالتحكم السياسي والاقتصادي والأمني في محافظات كردستان العراق صحيفة يويورك بوست الأمريكية تقول إن حكومة السودان تبذل قصارى جهدها لإلغاء السلطات المحدودة القائمة في أربيل وذلك بتحريض وتسهيل من إيران التي تولي شمال العراق أهمية كبيرة وتريد للسلطات فيها أن تبقى تحت دائرة الضغوط والسيطرة تبين الصحيفة أن الخلاف بين الأحزاب الحاكمة في كردستان العراق سهل على حكومة الإطار التنسيقي الضغط على أربيل ومحاولة قضم صلاحيات الإدارية بينما في الجانب الآخر الحليف القوي لأربيل ألا وهو واشنطن وقف متفرجا على محاولات حكومة الإطار تقزيم دور حكومة أربيل كما أنها لم تزودها بمنظومة دفاعية لحمايتها من الهجمات المحتملة أهمية كردستان العراق بالنسبة لإيران هي من تدفع كلائها في بغداد إلى القضاء على التجربة الناجحة نوعا ما في أربيل كما تقول صحيفة نيويورك بوست فرغم المشاكل التي تعيشها محافظات كردستان العراق إلا أنها تبقى أفضل مقارنة ببغداد وهذا ما لا تريده الأحزاب النافذة في العملية السياسية اتجاه علاقات حكومة الإطار التنسيقي نحو التصعيد مع أربيل يؤكد مرة أخرى أن النظام الذي أسس بعد الاحتلال هش لدرجة فقدان الثقة بين شركاء حكومات ما بعد الاحتلال ترجمة نانسي قنقر